اول سؤال معنا في الديفينيشنز نمبر وان تو يعني الكلمة دي معناها انك تعتقد ان الشيء ده من المحتمل ترو يعني يكون صحيح معتمدا على ما لديك من معلومات او معرف وده بنسميها بمعنى يعتقد او يفترض بيفترض ان الحاجة دي صحية او حقية بمعناها يعني التنظيم يعني انت بتعمل الشيء ده طبقه لنظام معين وبتحسب كمان هو يوض وقت قدي وده بنسميه تايم مانجمنت يعني ادارة الوقت انو تنظيم الاعمال ونشوف الاشياء ادعتقد وقت قدي او عدتستغرق من وقت قدي يعني ادارة الوقت سفة بتصف شعورك لما تكون انت متعب جدا وده بنسميه طبعا كلمة يعني متعب او منهج جدا انك تتعامل مع مواقف صعبة وده طبعا بنسميها كوب كلمة كوب بمعنى يتاقلم او يتعامل معه يعني كم انت تكون جيد في شعورك تشعر بحالة جيدة وكما انت سعيد طبعا بنسميها يعني السعادة او الرفاهية يبنوا يقولي كم تشعر بما انك جيد وكما انت سعيد يعني السعادة والرفاهية انك تنتقد شخص آنجلي بغضب كم تكريتسايز يعني ينتقد يقولي عيوب يعني خاصة طفل عن شيء غلط الطفل ده اعمله يبنوا يسميها كم تسكول بمعنى يوبخ او يهزق شخص يعني كم تسكول بمعنى يوبخ او يقوله كلام مش كويس يعني كيف يفكر الشخص كما دي معنى كده كيف يفكر الشخص والمشاعر اللي هو بيشعر فيها او يشعر بيها دي بنسميها يعني الصحة العقلية او الحالة العقلية طبعا دي مرتبطة بالتفكير فبقولي think يعني يفكر فنقولي هنا mental health يعني الصحة العقلية اللي لتر ايه انك تساعد ان الشيء ده يتطور او يزداد وده بنسميها كلمة promote بمعنى يرقي او يطور او يعزز يبقى promote لتربي هو هنا بيقول انك بتعمل يعني تعبير confused يعني تعبير ده غير سعيد او انت متضايق فيه ومع في نفس الوقت انت بتحرك الحاجبين حواجب الوش يعني معا طبعا دي بنسميها بمعنى يعبس او يكشر مع تحريك ايه الحاجبين يبقى لما نلاقي كلمة ايه بروز لما نلاقي كلمة انجلي او انهبي ومعنى ان الشخص ده يكون اه غضبان او غير سعيد مع تحريك ايه بروز يعني الحاجبين اللي بنقول فراون فراون معنى يكشر او يعبس بمعنى يتحسن طبعا كلمة جيت بيتر عتسوي كلمة improve improve اللي ياليتر دي بتسوي كلمة جيت بيتر بمعنى يتحسن space means taking care of your body معناها العناية بجسمك and how you feel وكيف يكون شعورك دي بسمية طبعا self-care يعني الرعاية بالنفس او العناية بالنفس ليا taking care of your body space is a feeling of being very worried or and scared يعني الشعور انك تكون الان جدا او خايف scared يعني خايف طبعا دي بنسميه stress stress يعني عليك ضغط او اجهاد شديد ده شعور انك تكون قلق جدا او خايف جدا فنقول stress طبعا كلمة stress خدناها معناها اجهاد او ضغط من الشغل مسلا او اي حاجة او كتيرا انت عملتها يعنيش number one i hope these clouds بول انا اأمل ان هذه السحب clouds السحب will soon قريبا يعني انني افتقد ضوء الشمس طبعا بول اي امل ان السحب دي ستزول ستنقشع ستختفي كمة تختفي او تزول يعني clear off طبعا f اي ضابل اي ضابل اف clear off معنى تزول او تختفي although my wife is a successful chemist على الرغم اني زوجتي كيميائية نكحة our family is here first الا ان العائلة بتاعتنا طبعا first يعتبر من اولى اولويتها يعني عندها العائلة دي او العائلة اهم حاج اهم اولوية عندها يبقى here first priority كيميائية اللي يليتر اي يعني اولوية nothing can لا شيء يستطيع the fact that our book عاعد نقول لا شيء يستطيع ان يغير حقيقة ان الكتاب بتاعنا ده is the best educational book هو افضل كتاب تعليمي يبا nothing can alter the letter c alter the fact يعني يغير الحقيقة طبعا فراون يعني يعبس poor يعني يصب باود بمعنى يبوز يبوز بشفتيه لتعني it's advisable that you من المنصح به انك making friends with such police طبعا بقولوا من الافضل انك تتجنب تكون صدقات بعان مثل هؤلاء police المتنمرين police معناها متنمرين يبقى يتجنب يعني avoid اللي اللي تربي don't make much بقولوا لا تحدث الكثير من on children طبعا نقوله الاطفال يعني دعهم ياخدوا حريتهم ويكون عندهم حرية في اعمالهم يعني يعني ما تضغطش كتير على على هؤلاء الاطفال خد سيبهم ياخدوا ايه حريتهم يعني يحدث او يضع ضغطا كبيرا على الاطفال هو عايز يقول هنا ان ادرته السيئة مهارات الادارية السيئة اللي عنده جعلته فاشل يبقى his poor poor management skills المهارات الادارية السيئة خلي بالك ان كلمة poor هنا مش معناها طبعا فقير معناها بتسوي كلمة bad يعني سيئة the injured man هذا الرغل المصاب needed a or an surgery يعني عايز جراح on his broken leg طبعا هو عايز جراحة ايه ويبقى لكلمة جراحة وقبلها نقط يبقى عايز جراحة عاجلة او فورية يبقى انه الان urgent اللي يالتر بي urgent surgery يعني جراحة عاجلة او فورية he is peace as soon as he heard the police siren بقول الراجل ده عامل ايه بمجرد ما سمع the police siren يعني السرينة بتاعة الرجال الشرطة يبقى راجل تختفى يبقى he cleared off cleared off اللي يالتر c بمعنى اختفى طبعا خدناها مع السحب لما كان بول انا اأمن ان السحب دي تختفي او تزول يبقى الشخص ده اختفى يبقى he cleared off بقرار رايارضه في سؤال هنا space is the feeling of being comfortable الشعور انك بتشعر في انك مرتاح healthy بصحة جيدة and happy وسعيد طبعا ده بنسميه will paying يعني السعادة او الرفاهية listening to native speakers الاستماع الى المتحدثين الاصليين للغة يعني اهل اللغة will surely بالتأكيد help you عيساعدك your fluency طبعا عيساعدك انك تحسن your fluency الطلاقة عندك الطلاقة او الفصاحة you you be help you improve اللي يالتر b improve your fluency يعني تحسن الفصاحة او الطلاقة عندك في اللغة he space as he read the bad news يعني عمل ايه هو بيقرأ الاخبار السيئة he gave a very angry expression يعني كان في تعبيره على واحد وكده غاضب جدا يبقى هي frown frown يعني كشر هو بيقرأ هزي الاخبار الايه السيئة قلنا frown يعني يعبس او يكشر if you space your diet plan you would feel less exhausted طعا نقوله لو انت لو انت ايه بقى في diet plan يعني خطة النظام الغذائي عزو لو انت غيرت خطة النظام الغذائي بتاعتك you would feel عتشعر انك less exhausted يعني يعني اقل تعبا او اجل اجهادا يبقى if you altered كلمة altered طبعا بتسوي كلمة change بمعنى يغير يعني او يبدل يبقى اللي جابعة تكون letter be altered بمعنى يبدل او يغير space exercise can protect you التمرين دي ممكن تحميك against heart disease يعني ضد امراض القلب طبعا بيقوله التمرين البدنية او الجسدية يبقى نقول physical physical exercise خلي بك ان كلمة physics يعني الفيزية اللي حمدرسها لكن physical معناها جسدي او بدني فالاول physical exercise يعني تمارين بدنية mental exhaustion يعني الاجهاد العقلي والتعب and the loss of energy وفقدان الطاقة are symptoms of دي تعتبر اعراض ليه اعراض ليه اعراض ليه ال burn out ليه letter d burn out يعني الاجهاد والتعب الشديد to space someone is to stay او is to say or think انك تقول او تعتقد في هذا الشخص that they are responsible for bad results ان هو المسؤول عن هذه النتائج السيئة يبقى انت كده بتعمل في الشخص ده يبقى انت to blame blame يعني بتلوم او تلقي اللوم عليه يعني بتقول او تعتقد ان هو كان سبب في هذه النتائج السيئة طبعا كلمة register بمعنى يسجل يسجل شخص في قائمة مسلا قائمة اسماء فراون يعبس او يكشر بحاج بايه بوت يعني يبوز بشفتيش يعني اما بسها بتحاول انها تعزز وتراقي اهمية maintaining students يعني الحفاظ على رفاهية الطلاب واعزوا لكده او سعادة الطلاب يبقى students will paying طبعا كلمة maintaining يعني الحفاظ على الحفاظ على سعادة ورفاهية من الطلبة واليدينا كانوا يعني حازمين او صارمين عندهم شدة في المعاملة واحنا كنا دايما اللي بيحصل لنا بسبب سلوكنا السيئ يعني احنا كنا دايما دائما او بشكل متكرر ما نوبخ يعني كانوا يوبخوهم او يقولوهم يعني كلام اا تهزيق يعني او بيسمعوهم كلام مش كويس يبا احنا كنا دايما بنتهزق بسبب ايه bad behavior يعني السلوك السيئ يبا كمتسكولد المعنى يوبخ او يهزق شخص بسبب ان في حاجة سيئة اعمالها يعني انه ضروري بالنسبة للصحة للحفاظ على اسلوب ايجابي في الحياة اسلوب ايجابي في الحياة يعني ميل او اسلوب او اتجاه في الحياة يعني يبقى health and will paying يبقى نقول كده ضروري للصحة health يعني الصحة and will paying والسعادة والرفاهية يبقى الاجابة تكون letter b will paying to maintain a positive attitude in life عشان يكون طبعا عندك صحة وعندك سعادة ورفاهية انك تحافظ على الاتجاه الايجابي في الحياة يكون عندك نظرة ايجابية في الحياة he frowned and يعني هو كان كشر and when he didn't get what he wanted لما هو ما خدش اللي هو عايزه يبقى he frowned and pouted pouted يعني بوز كلمة frowned يعني كشر كده ما عرفها حاجبين pout يعني بوز بايه بشافتين لما طبعا ما خدش الحاجة اللي هو عايزها employees اللي هما العمال working for so long hours الشغالين لفترات طويلة with no breaks بدون راحة display symptoms of بيظهر عليهم اعراض اعراض كلمة symptoms نفكز بالكلمة دي of طبعا يعني الانهاك او اليجهاد او التعب الشديد يعني ابنها ولد بايه بقى يعني شديد كرسي متحرك disabilities that he spent his life حتى انه قضى حياته قضى حياته يعني في كرسي متحرك يبقى طبعا physical disabilities يعني اعاقاد جسدية او بدنية وكلمة يعني شديدة يبقى اعاقاد بدنية شديدة فاضطر انه يقضى حياته في الكرسي المتحرك rain was المطر كان طبعا كان بينزل او يهبط بشكل شديد وحنا سيقين راحين البيت يبقى was pouring down كان من pour down بمعنى ينزل المطر او هطول الايه الامطار I was shocked by his violent بل انا كنت مصدوم ايبا انا مش عارف ايه اللي خلاه ينزعج كده قوي بل انا كنت مصدوم بسبب او من خلال رد فعله العنيف violent يعني عنيف reaction يعني رد الفعل العنيف ده انا مش عارف ايه اللي خلاه ينزعج كده ايبا الاجابة تكون reaction بمعنى رد فعل يعني استطلاح الارض الصحراوية and building new factories وبناء المصانع الجديدة contribute to job يعني بيساهم في job طبعا بيساهم في خلق الوظائف وظيفة يعني job وخلق يعني creation يبقى job creation يعني خلقوا ايه او ايجاد الوظائف بول انا كنت ايه اللي حصلي لان مفيش حد كان فاهم اللي انا بقوله يعني يعني لا احدا يبدو انه يفهم ما كنت احاول قوله اللي انا كنت بحاول اقوله يعني يبقى ايوز طبعا بقول انا كنت محبط لما حصل كده بمعنى محبط بتساوي كلمة اسمها خدناها زمان اسمها يعني يحبط او محبط بوي الامر ده عزول كده بيسعد الام لما ابنها او بنتها تحقق النجاح يبقى كلمة يعني ده بيسعد الايه الام بليزز بمعنى يسعد طبعا كلمة يعني يفكر بابداع او يعمل عصف في الزهن كده يعني يفترض بمعنى يتاقلم او يتعامل كل واحد فينا عايز اقول كده بيمر بصعوبات في حياته من حين لاخر فقط الفائزين هم اللي بيتغلبوا على هذه الصعوبات يبقى كلمة هنا مش معناها خبرات معناها يمر بخبرات يمر بتجارب يبقى كل الناس بتمر بصعوبات في حياتهم تمر بي يعني كلمة دي انا جايك فاعل بمعنى يمر بي لما انه رجل عنده 75 سنة دكتور عمر دكتور عمر يعني دكتور عمر ده فكر بيفكر في التقاعد من مهنته او من حياته المهنية شغل دكتور يعني يبقى عمر او دكتور عمر و يوهر يبقى 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 يعني مستشار. بول انت عايز مستشار عشان يساعدك في يعني انك تتعامل مع يعني الطلبات العقلية اللي عند ابنك دي. يبقى كيمة معناها مستشار. بول الاسترخاء ده يعتبر من اهم العلاجات يعني من المعاناة من الاجهاد والتعب. يبقى نقول يعني العلاجات الخاصة بالعناية بالنفس. يبقى انت راح تستعتني بالنفس يبقى تعود ايه بعض الراحة كده او الاسترخاء. يبقى اللي ايه علاجات العناية بالنفس. طبعا اعلاج ده ضد الايه? اه المعاناة من الاجهاد والتعب. طبعا الاولى بمعنى اناني. يعني الكفاءة الزاتية. لكن يعني الرعاية بالنفس. يعني بقول رؤية احفادها يعني احساس بالسعادة والرفاهي. طبعا انك تعرف ازاي تعمل اولوياتك. يعني الاولى في الاولى في المهام بتاعتك. ده معنى انت عندك طبعا عندك مهارات ادارة الوقت. يبقى وطبعا بقول افشنت يعني ذات الكفاءة كمان جيدة يعني. يبقى افشنت كمان جيدة تم توبيخه. يعني تم توبيخه او تعنيفه. وابدى اخوى يعني سمعه كلام مش كويس. لانه لم يكمل مهامه انتايم في الوقت المحدد. يبقى بمعنى تغير او تحول. مزاجة قلب يعني. ان تظهر تعبير كده من عدم السعادة والغضب. وبتحرك حاجبايك في نفس الوقت. طبعا دي بنسميها طبعا ما قال لي حاجبين يبقى فراون. فراون معنى يكشر او يعبس مع رفع الحاجبين. بل انا اأمل ان هذه السحب الفضيعة سوف اف. وبالتالي احنا ممكن نستمتع بالنزهة بتاعتنا. طبعا مشكلين لا هي يعني تزول او تختفي. هذه السحب. يعني الشيء ده يعتبر نتيجة لالاجهاد. استرس يعني الاجهاد العقلي والجسدي. منت العقلي. فيزيك الجسدي. اكسيزف يعني المفرد. نتيجة. الشيء ده نتيجة لالاجهاد العقلي والجسدي المفرد. فبنسميه طبعا بيرناوت. بيرناوت يعني الاجهاد الشديد او التعب الشديد. اجتمادي معنى أنك تحط اسم شخص او شيء او في اف. يعني قيمة رسمية. طبعا دمين نسميها ريجيستر. ريجيستر بمعنى يسجل اسم شخص او اسم حاجة في قيمة معينه. هو عبارة عن مهارة التحكم في وقتك من أجل أن تحصل على أكبر استفادة من هذا الوقت يبس اسمها time management time management يعني إدارة الوقت أو تنظيم الوقت to space something is to support إنك تميل الشدة يبقى أنت بتدعم الشدة بتساند هذا الشي and encourage وتشجع the development of it يعني بتشجع تطويره يبقى to promote كمية promote بمعنى يرقي هذا الشي يعني بيسنده ويدعمه وتشجع التطوير فيه يبقى كمية promote يعني يعزز أو يرقي يخليه في حالة أفضل يعني that you lived by the sea what would you do every day بقوله افترض كده إنك عايش جنب البحر what would you do هتعمل كل يوم يقوله suppose suppose the letter d suppose that you lived اعتقد أو بيقوله افترض إنك عايش جنب إيه البحر فأنت هتعمل إيه كل يوم she feared she wouldn't be able to هي كانت خايفة إنها لن تكون قادرة على an with two new peeps مع الطفلين الجداد الصغيرين دول يبقى be cope ولا worry ولا copy ولا burn out طبعا able to cope طبعا كلمة cope بمعنى تتعامل أو تتأقلم على كانت خايفة إنها ودعرفش تتعامل مع the two peeps دول الطفلين دول أو تتأقلم معهم يعني our company lost a lot of money شركتنا فقد الكسر من المال because of بسبب management طبعا because of poor poor لأ letter b poor management يعني الإدارة السيئة وأن poor هنا معناها bad his peace when his parents said that he couldn't go to the party يعني هو عمل إيه لما والديه قالهم أبوهم ويعني قالهم إنه لن يستطيع أنه يروح الحفلة دي and had to finish ولازم هو يخلص his homework instead يخلص الواجب بتاعه بدلا أن يذهب إلى الحفلة طبعا he pouted اللي يالتر d pouted يعني بوز كده بشفتي كان متدائق يعني يبقى كلمة pout بمعنى يبوز بشفتي منتجات الشركة the companies products منتجات الشركة have been اللي حصلها mainly through بشكل أساسي أثناء advertising أو من خلال advertising in newspapers الإعلان في الصحف have been promoted يعني تم تركيتها وفي ناس كتير يعرفتها من خلال بشكل أساسي من خلال الإعلان فين في الجرائد يبقى promoted بمعنى اترأت أو كتير من الناس تعرفوا عليها يعني من خلال please don't discuss my private بقول له من فضلك لا تناقش لا تناقش discuss يعني يناقش my private in public ما تناقشش يعني أقول أمور الشخصية in public يعني قدام الناس عامة كده في العلن private affairs كلمة affairs اللي ترسيب معنى شؤون أو أمور يبقى private affairs الشؤون الخاصة بيه the new president said that his first الرئيس الجديد قال إن his first أول أول إذا بالنسباله was to create more jobs إنه هو يخلك وظائف جديدة يبقى his first priority يعني من أولى أولوياته first priority يعني أولى أولوياته إنه يوفر فرص إيه عمل جديد يبقى كلمة priority بمعنى أولوية the inheritance was space equally among all sons بل الميراث inheritance يعني الميراث was إيه اللي حصل له بقى equally بالتساوي فيما بين all sons كل الأبناء يبقى was divided يعني كس ما تم تقسيمه equally يعني بشكل متساوي فيما بين كل الأبناء a fire space went off and the building had to be evacuated طبعا بيقول الحريقة a fire طبعا عاوز أقول اللي هو سفرة الإنذار يعني أو الإنذار الخاص بالحريقة went off طلع صوت and the building had to be and the building had to be evacuated يخلوا يعني يخلوا الناس اللي فيه يبقى اسمه a fire alarm the letter a a fire alarm يعني انذار الحريق went off انطلق أو طلع صوت لما كان فيه طبعا يعني حريقة في المكان ده وهم اضطروا evacuate ترجمة الكلمة دي بمعنى يخلي مكانا I have moved out of the city يبقى إلا انتقلت من المدينة and this was or this has had a or an on my will paying طبعا بقول إن ده كان لي يعني had يعني كان لي تأثير on على my will paying يعني ساعدتي أو رفاهيتي أو رحتي يعني يبقى هاد a or an impact يبقى an impact لتر letter a impact يعني تأثير on my will paying على ساعتي أو ايه أو رفاهيتي يبقى نختار impact لتر a bank is normally give البنوك بشكل طبيعي بتعطي two large businesses للمشاريع الكبيرة when deciding on loans لم هما بيحددهم أو بيستكروا ان هما ياخدوا loans يعني كروض يبقى give priority يعني البنوك بتعطي أولوية للناس اللي هما أصحاب المشاريع الكبيرة إنها تعطيهم loans يعني كروض يبقى priority بمعنى أولوية if you are in danger of suffering from burnout لو أنت في خطر المعاناة من burnout يعني الإيكاد والتعب you will usually stress يبقى أنت كده عتمر بالضغط يبقى will usually experience experience يعني عتصاب أو تمر بهذا الضغط أو تتعرض لهذا الضغط يبقى كلمة experience stress بمعنى يتعرض للضغط أو يمر بهذا الضغط أو يصاب بهذا الضغط nowadays the women can be elected هذه الأيام النساء ممكن يتم انتخابهم elected بمعنى ينتخب as town councillor طبعا كأعضاء في المدينة يعني town councillor جمة councillor معناها عضو مثلا في البرلمان أو في المجلس المحلي أو كده يعني يبقى town councillor more space methods will lead to greater productivity طبعا بقول يعني more عاو تقول الطرق اللي هي الأكثر كفاءة methods يعني الطرق الأكثر كفاءة will lead to سبب تؤدي إلى greater productivity يعني إنتاجية عالية طب كلمة أكثر كفاءة يعني more efficient methods يبقى كلمة efficient methods زي يقول كده very good methods يعني طرق ذات كفاءة عالية أو جيدة جدا يبقى كلمة efficient تعتصف كلمة methods يعني الطرق الجيدة أو ذات الكفاءة I feel really يبقى أنا شعرت نقط I got low marks أنا حصلت على دربات ايه؟ منخفضة although I had studied heart على الرغم إن أنا زاكرت بكد يبقى I felt really frustrated يبقى أنا كنت فعلا محبط اللي letter c بولي أنا كنت فعلا شعرت بالإحباط لما جبت طبعا لما زاكرت كتير ويجبت دربات مخفضة يبقى frustrated بمعنى محبط المدير بتاعنا بيطع الكثير من إيه؟ على كل الموظفين على كل الموظفين على كل الموظفين عشان يعملوا اللي هو عايزه أو يريده أو يرغب فيه كم من يعني يرغب فيه يبقى الكثير من الكثير من الكثير من الضغط باند 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 دي الفركة الموسيقية عملت يبقى في آلاف المشجعين بيكانسلينج لما كانسلوا طبعا هذه الحفلة في آلاف الدقيقة يبقى الفركة الموسيقية دي أحبطت آلاف المشجعين يحبط يعني لليتر اي يبقى يعني أحبطت آلاف المشجعين بل التمرين داعي وحسن من كدرتك على الانتباه والتركيز يبقى الانتباه يعني التركيز يبقى يحسن من كدرتك على الانتباه انتباه على الانتباه بمعنى التركيز أنا بدأت يحصل لي ايه لما أطفالي لما أطفالي ما وصلوش حتى ساعة وصلت اتناشر يبقى طبعا هو كان الان اللي هي يعني طبعا دي صفة وقلنا ان كلمة بيأتي بعدها ايه صفة زي كلمة كلمة بعض الكلمات بيأتي بعدها ايه صفات يبقى يعني قالقة او كان قلقان جدا لما الاطفال دي مرجوش لحد الساعة اتناشر بقولوا انت محتاج يكون عندك يبقى حاجة سريعة يعني عشان تلعب هذه الالعاب الخاصة على الكمبيوتر يبقى يعني رد فاعل سريع يبقى انت محتاج يكون عندك رد فاعل سريع عشان تعرف تلعب هذه الالعاب على الكمبيوتر طبعا طبعا يعني انت سبتني الواحدي او خزلتني يعنيش يعني ما كانش المفروض انك تحبطني كده بقول انت خزلتني او سبتني الواحدي كلمة فرسترات بمعنى يحبط يعني تحبطني كلمة يعني نقص في يعني بقول نقص ايه وانت بتسوق العربية ممكن يسبب يعني حوادس طبعا يعني نقص التركيز وكلمة بيجي بعدها اسم يعني فاش نقول يعني نقص التركيز كان المفروض الزاكر بجد should have معناها كان من المفترض ان الجملة بتعبر عن past ايه طبعا بتعبر عن ندم في الماضي يبقى ندم يعني regret لما لقي should have تصريف ثالث كده الجملة بتعبر عن ايه عن regret يعني الندم what's the space of this novel ما هي ما هي رسالة هذه الرواية يعني الرواية دي ايه المغزى منها ايه الرسالة اللي فيها عاجت وصل هنا it teaches us that patience is a good quality بتعلمنا ان صبر صفة جيدة يبقى واطذة message message طبعا اللي هي letter c اللي هي m e لكن الاخر اسمها massage المساج اللي بتعمل للجسم المعروف يعني اللي هي m e message m e نركز بالكلمين دول the purpose of meeting is two والغرض من هذا الاجتماع ان احنا to a ان كان يعمل ايه not to make speech مش نعمل خطابات او كلام مرسل كده وخلاص لا يبقى to brainstorm كلمة brainstorm يعني يفكر بابداع يفكر في ابداع في توليد افكار جديدة عايز اقول كده يعني brainstorm ideas يعني نعصر وانطلع افكار جديدة يبقى كلمة brainstorm بمعنى العصف الزهني او يفكر بابداع brainstorm ideas يفكر بابداع في افكار جديدة don't stay sitting in your chair for more than 25 minutes برو ما تقعدش على الكرسي بتاعك ده لأكتر من 25 دقيقة stand up يعني اقف and واعمل ايه stretch stretch يعني مدد 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 ويديك على الارض كده تفريتهم كده يعني stand up and stretch طبعا manage يعني يدير افويد يتجنب اكسب بين انسان خبرة يعني اقف كده ويمدد يعني مدد إليك وليليك إفريتهم كده على الأرض. بل إنه إبقى بالنسبة لك إنك تعتني بالعائلة. لما يكون والدك قوي يعني مسافر بعيد أو مش موجود في البيت. يبقى إنها مسئوليتك إنك تعتني بالعائلة لما يكون والدك مش موجود. ودلوقتي ندخل على المراجف والمضاد. بل هناك خطة لتغيير الأثاث في قاعة المؤتمرات. أو الاجتماعات يعني عشان نخليها أوسع شوية. بقول لي بقى كلمة دي. قريبة في المعنى لكلمة طبعا بقول فهناك خطة لتغيير يعني يغير أصلا يغير الأساس. يعني الكلاسي والحاجات اللي بيقولوا عليها. يبقى بتساوي أو قريبة في المعنى لكلمة اللي هي لتر بي. الكلمة دون دول يعتبروا إيه؟ يعني وانكشوس. نرى تاني انكشوس يعني كوليك. يبقى لتين دول سينينامز اللي هي لتر دي. كلمة سينينامز يعني مترادفات. ننظر له نظرة حالية كده يعني. بقول لي يجب انحنا نحترم الكبار كبار السين. يعني الفعل الاصطلاحي. يعني كلمة معناها ايه؟ طبعا معناها بمعنى يحترم. بمعنى يحترم. إنيفيشن and كريشن are. يعني بقول إنيفيشن الإبداع. وكريشن برضو معناها الإبداع. الكلمة تندل معناهم واحد. يبقى هما الاتنين سينينامز يعني مترادفات. The government has to cope with. الحكومة نازم cope with يعني تتعامل مع The problem of unemployment. مشكلة البطالة. The phrasal verb الفعل الاصطلاحي. cope with means. كلمة phrasal verb يعني فعل الاصطلاحي يعني فعل ومعه حرف قر. معناها كده يعني. cope with means. كلمة cope with معناها ايه؟ طبعا معناها successfully deal. يعني يتعامل بنجاح. يتعامل كويس يعني. مع هذه المشكلات. يبقى الإجابة little d. If you space something up. You create or arrange it. لو انت بتعمل في شيء ده. يبقى انت create آآ بيتأسسه. or arrange it او بترتب له. يبقى if you set something up. طبعا خدنا كلمة set up. بمعنى ينشئ او يؤسس او يرتب شيء. يبقى set something up. بقول poverty يعني الفقر بيؤثر على صحتنا mental العقلية physical البدنية. بقول لي العبارة mental health. is concerned with the. يعني متعلقة بايه. concerned with يعني متعلقة بايه. طبعا اسمها mental health يعني الصحة النفسية او العقلية. يبقى متعلقة بالعقل. يبقى with the mind. mind يعني العقل. strain كلمة strain معناها الاجهاد او التعب الشديد يعني. او الضغط. is a continuous feeling of worry. يعني الشعور المستمر بالقلق. about your work. فيما يتعلق بعملك. or personal life او الحياة الشخصية. and which prevents you from relaxing. وده بيمنعك من relaxing يعني الراحة او الاسترخاء. the word strain يعني كلمة strain is a sign on for. مرادف لكلمة a. فكلمة strain اصلا معناها الاجهاد او الضغط او التعب. فهي مرادف لكلمة stress. اللي letter c. stress يعني الضغط او التعب او الاجهاد. exercise helps you. التمرين بتساعدك انك to relieve stress. انك تخفف من الضغط. تقلل من الضغط. the word relief is a sign on for. فبقول لي كلمة relief دي تعتبر مرادف لكلمة ايه. طبعا قلنا relief يعني بيخفف من الضغط او بيقل من الضغط. يبقى sign on معنى مرادف. for reduce. ايه بقى نختار letter a. reduce بمعنى يقلل او يخفف. his word frown turned into a smile. يعني تكشرته. القلقة دي. اتحاولت الى a smile يعني ابتسامة. of relief. من الراحة كده يعني. when he saw her. لما شاف شافها وشاف الشخصية دي. frown here is a or an. كلمة frown هنا تعتبر ايه. adverb بزرف. verb فعل. adjective صفة. ناون اسم. طبعا هو بقول لي. التكشيرة القلقة. طبعا كلمة frown هنا جايب لقبلها صفة. يعني frown تعتبر ناون. ليه? لان الصفة بتوصف الاسم. الصفة بتيجي قبل اسم. فقول لي. ورد. frawn. تكشيرة قلقة. او فيها نوع من القلق. يبقى ورد صفة. واللي بعدها يكون اسم. يبقى كلمة frown هنا تعتبر ناون. when you are considering a situation. لما تكون انت. considering يعني بتفكر. بس بتفكر بعمق. في موقف معين. then you are. يبقى انت كده. thinking deeply of it. اللي هي letter a. thinking deeply. يعني بيفكر. او يفكر بعمق في هذا الموقف. his health improved. صحته اتحسنت. when he moved. to the fresh air. of the countryside. لما راح للهواء النقي. اللي في الريف. we can replace the verb. ونحنا ممكن نستبدل الفاعل. verb يعني الفاعل. improved. اللي هو improved معنا يتحسن. in this context with. في هذا السياق. context يعني السياق او الجملة اللي قلنا هدي. يبقى كلمة improved. ممكن يحل محلها كلمة ايه. طبعا كلمة get. او got better. got better. got better. بمعنى يتحسن. لكن طبعا مش هاسمها meet better. طيب كلمة enhanced برضو معناها يتحسن. بس معناه يحسن او يتحسن من ناحية ايه. يحسن مثلا العملية التعليمية. يحسن مثلا عماية الاتصال بالانترنت. بتكلم عن اشياء هنا. لكن يكون بتكلم عن صحة الشخص. يعني نقول improved. او نقول get better او got better. حسب الايه الزمن يعني في المضاء المضارع. يبقى got better بمعنى يتحسن في حالة رؤية الصحية. his health improved when he moved to the fresh air of the countryside. نفس الجملة اللي فوق. the very improved. واللي فعلي improved بمعنى تحسن ده. in this context في هذا السيارك. في الجملة دي يعني. the interim of. يعني عكسها ايه. طبعا اقول ايه. بمعنى يتحسن. طبعا عكسها يتدهور. فكلمة يتدهور بمعنى worse. جميع من worse يعني سيئ يعني. او deteriorated بمعنى تدهور برضى. يبقى اللي جابة تكون letter a and b. اللي اتنين دول. عكس كلمة improved. when one is under stress. لما يكون الشخص تحت ضغط. this means ده معنى they suffer from. ان هو بيعانوا من. او معنى ان الشخص ده بيعانى من ايه. طبعا بيعانى من. pressure يعني الضغط. ولا relaxation الاسترخاء. ولا compliment المجاملة. كلمة compliment يعني مجاملة. طبعا. pressure اللي يا letter a. بيعانى من الضغط. pressure بمعنى الضغط. space is to intellectual. as is cold. is to praise. طبعا الجملة دي هو جايب لي ايه. جايب لي كلمتين. ركز كده بقول. schooled schooled. schooled قلنا بمعنى يعنف او يوبخ شخص. عكسها. يمدح شخص. يبقى schooled يوبخ وبريز بمعنى يمدح. فهو عايز كلمة برضو. نفس الكسة. يعني عايز يقول ان الكلمتين دول عكس بعض. صح? فاحنا عايزين كلمة عكس كلمة intellectual اللي هو جايبها دي. طيب هي كلمة intellectual معناها ايه? معناها عقلي. طبعا عكسها physical. يبقى كلمة physical. intellectual. جسدي وعقلي. عاملة زي كلمة ايه? schooled وكلمة breeze. يبقى physical بدني وintellectual عقلي. لكن في السؤال ده. schooled يوبخ وبريز يمدح. يبقى اللي اتنين الاخرين عكس بعض. فهو برضو عايز كلمتين عكس بعض. زي ما التانيين هم عكس بعض. يبقى هو عايز هنا. يعني المضاد. يعني كل تمرين. بول كل تمرين من التمرين ده الكتاب دي. بتركز على نقاط من الجرامر المختلفة. يبقى. تركز على نقاط من الجرامر المختلفة. خدنا فوكس مع هرف القرر. بول مفضلك. وطي مستوى الصوت. أم سافرين. طبعا سافرين. بيعيني من. أسذية. هدك. يعني صدوع شديد. يبقى سافر مع هرف القرر. فروم. بول انت مكنتني. ان انا حل المشكلة. ان يبقى ان يمكن. شكرا على مساعدتك. هناك الكثير من الصحب في السماء. سافرين. أأمل ان هما سوف يختفهم. يزولهم. قريبا. طبعا يختفي يعني. طبعا ليه. طبعا ليه. بول انا قررت ان انا اركز كل جهودي طبعا. لان كلمة بتاوت حرف القرر. عامل زي. يركز على. يركز كل جهود وعلى. ايجاد مكان اعيش في. يبقى مع كلمة ايه. او حرف القرر. مع حرف القرر. سوري. زي كلمة فوكس. يبقى نقول. او فوكس. مش نقدر نروح نتمشي دلوقت. بول المطر نازل الان. نقول كلمة يعني ينزل بشدة. بمعنى يصب او للمطر بمعنى ينزل بشدة. كمبيوتر جيمز هاف انيجاتيب. بول. ألعاب الكمبيوتر لها انيجاتيب ايه. انيجاتيب ايه. طبعا انيجاتيب امباكت. انيجاتيب امباكت. يعني لها تأثير. عايزول كده تأثير سيء. على صحة الاطفال. يبقى اقول امباكت اون. بمعنى تأثير على. بلو لما لا تتبع. عايزول كده تتبع النصائح اللي ادهالك ولذيك. يبقى فولو. كلمة فولو بمعنى يتبع. يتبع النصيح. بلو ربما انت تمر بايه. او تصاب بايه. كنتيجة للعمل الكثير. يبقى. 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 اللي اتنين. يعني ربما تمر بالاجهاد الشديد. او بالضغط الشديد. كنتيجة للكثير من العمل. بلو انت ممكن تعمل. بلو انت ممكن تعمل. هنا ده مع كلمة. طب ش حاجة اسمها. ولا سنيك ولا. لكن معها كلمة. انا قول. يعني يعمل اقتراحات. لكن هنا يقوم بمراجعة. بلو الامتحانات اللي انتم. يبقى. يبقى. يعني الامتحانات اللي انتم قدتوها دي. الهدف مهنية قيس كدراتكو. يعني او المعارف اللي عندكم. مش بمعنى يقيس. يبقى. لان كلمة دو تجمع كلمة. يبقى. يقدم امتحانات او يقولوا الامتحانات اللي انت. قدت. تجمع كلمة. يجمع كلمة. يقول انا خدت المسئولية. او كنت اتحمل المسئولية. بمعنى. تجمع. تجمع كلمة. بمعنى. يتحمل المسئولية. تجمع كلمة. تجمع. اهمية دور المعلم. يعني في العملية التعليمية. يبقى. بمعنى. يرقي او يحسن. بمعنى. انت تستطيع ان تأخذ. طبعا. لان كلمة. يعني يأخذ وقبة يعني. زي. يتناول وقبة. بقول له. من فضلك توقف عن الكلام. وانتبه لما اقول. طب ينتبه يعني. يعني. يعني انتبه. لما اقوله. طبعا. طبعا. بقول. اي. انا بحدد وقت. وهزور كده. انا بحدد وقت. لبعض الانشطة. اي. عشان اتجنب. يعني الانهاد او التعب الشديد. يبقى. طبعا. دي كلمة مهمة جدا. يعني. يحدد وقتا لي. ميك تايم فور. بقوله. يجب ان تبزي الكسارة جهدك. لا تستسلم ابدا. يبقى. يبقى. كلمة. يعني. ان تبزي الكسارة جهدك. ندخل الوقت على. المشتقات والملاحظات اللغوية. سموكين. سبيس داي ريسك. اوف جيتين. طبعا. دي جيتينج بالاي يعني. جيتينج لونج كانسر. هو بقول ان التدخين ده بيرفع. معدى الوفاة. بسبب ايه طبعا. بسبب سرطان الرئة. يبقى نقول سموكينج. انكريس. انكريس. داي ريسك. يعني بيرفع. خطر الموت. ريسك يعني المخطرة او الخطر يعني. طيب. امسا ده في كلمة اسمها رايزيس. لا رايزيس بمعنى يرتفع. مش هنقول التدخين بيرتفع معدى للموت. لا بيرفع. بيزود. يبقى انكريس دي. بمعنى يرفع او يزود. والكلمة دي بيقى بعدها مفعول. لكن كلمة رايزيس ما بلا يأتي بعدها مفعول. المفعول هو لا. داي ريسك. يبقى نقول يزود. خطر الايه? الوفاة. بقوله انت ممكن تثبت ان انت كنت في البيت في هذا الوقت. يبقى كان يو بروف. ركز ان كلمة بروف بمعنى يبرهن او يثبت. امبروف يحسن. بيف يمهد الطريق. يحرم. لكن هو بيقول له انت ممكن تبرهن انت منتش في البيت في الوقت ده. انا متأكد ان محد السمع اللي احنا قلناه. قلناه احنا تكلمنا ان اا. طبعا نتكلمنا في ايه? ان اا سايلانس. يعني في سكوت وفي صمت. سايلانس يعني سكوت وصمت. نويز يعني ضوضاء. مقدما كامفورت راحة. المحاضر سبوك اباوت ذا. تحدث عن. عن ايبا. افكتس. اف مينتال هيلث بروبلمز. يعني هو تحدث عن الآثار. افكتس يعني الآثار السيئة. لمشكلات الصحة العقلية. يبقى the negative effects. لان انا متكلم عن مشكلة. يبقى ليها سلبيات. اللي مشكلة الايه? الصحة العقلية. يبقى negative effects. اللي يبقى الايه? الآثار السيئة. I don't believe that. انني لا اصدق ذلك. What do you have that show that is true? بولوا ايه الدليل اللي معاك اللي يظهر ان ده شيء حقيقي. يبقى what proof. طبعا proof اللي هي بالF. مش بالV. proof يعني دليل وبرهان. بولوا ما هو الدليل? ما هو البرهان اللي معاك? Practice is the best way to. بول التمرين الممارسة هي افضل طريقة لكي يجبكي. طبعا لكي تحسن. هو عايز كلمة تحسن اللي هو الفرنسية عندك. يبقى to improve. اللي هي letter C. improve your French. He is an efficient employee. وله هو موظف موظف. He deserves to get. هو يستحق ان هو get. طبعا يتراق اي عمش. يتراق اي عمش. يتم ترقيته في الشغل. يبقى get promoted. وخلي بقى لك هنا ان كلمة promoted تعتبر صفة. وقامنا ان كلمة get من ضمن الافعال اللي بجي بعديها. adjectives يعني الصفات. يبقى نقول كده get promoted على طول. يعني يتم تركيته. نركز بقى في الجملة اللي جاي دي. He is an efficient employee. برضو موظف كفق. شاطر يعني. He deserves to get a. هو يستحق ان هو يحصل على ايه? طبعا هنا ا في كلمة ا. وقلنا ان كلمة ا وان واذا بيجي بعديهم اسم. يبقى get a promotion. يحصل على تركية. اللي فوق يتم تركيته. get promoted. لكن هحطيه لكلمة ايه بعز نون. وحنا قلنا ان النون يبقى اخره. او معظم الكلاهات اخرنا. في الاسماء يعني. يبقى. I take a personal. يعني انا خد ايه? لما حدث. يبقى take personal responsibility. يعني انا تحملت المسئولية الشخصية. لما حدث. يبقى take مع كلمة responsibility. يعني تحمل مسئولية. ما حدث. the company holds. يعني الشركة بتاعقد. meeting with employees. طبعا بتاعقد اه اجتماع بشكل منتظم مع الموظفين. طيب بشكل منتظم او اجتماع منتظم. طبعا كلمة meeting شباب تعتبر ايه? تعتبر اسم. فاحنا قلنا لما نلاقي اسم. وحاطط لنوقات قابليه يبقى عايز صفة. يبقى نقول. يعني اجتماع بيتم بشكل ايه منتظم. يبقى كلمة تعتبر صفة. ويبقى بعدها اسم. ويميت احنا منتقابل بص جملة دي. احنا منتقابل. طبعا عدول احنا منتقابل بشكل منتظم عشان يناقش. اه مشكلتنا اليومية. يبقى ويميت طبعا كلمة دي فعل. طب ايه اللي بيجي بعد الفعل? الصفة ولا الظرف? لا قلنا بعد الفعل منجيب ظرف. يعني الظرف بيصف الايه? الفعل. يبقى ويميت اللي يا ليتر اي. يعني منتقابل بشكل ايه? بشكل منتظم. يبقى ليتر ايه. يبقى الاجابة شبابها تكون ليتر ايه. يعني بشكل منتظم. يعني لما نلاقي صفة? لما نلاقي اسم نجيب قابل صفة. طب لقينا فعل وبعدين نقاط. يبقى نجيب في النقاط دي ايه? ظرف. لان الظرف هو اللي بيصف الايه? الفعل. التمرين الرياضية هي افضل طريقة للتخلص من. يعني يتخلص من طبعا يتخلص من. من الضغط. طب نقولي استرس ولا استرسفل? لا طبعا كلمة اف بيجري بعدها اسم. والاسم هو استرس. الانتقال لمنزل جديد. طب العودة اقول دي تجربة مرهقة. او متعبة جدا. يبقى طبعا كلمة اسم. صح كده? وحيانا لما يكون في اسم. نحط ايه? صفة. طب الصفة استرس? ولا استرسفل? لا تكون استرسفل. يبقى استرسفل استرسفل يعني خبرة او تجربة او حاجة مرنة بيها. بس مرهقة او متعبة. طبعا استرست دي اللي بستخدمها لما يكون بتكلم عن الاشخاص. او انني اشعر بالضغط او بالتعب. لكن انا بتكلم عن شيء هنا. بوصف شيء. اللي الخبرة او التجربة. يبقى تجربة متعبة او مجهدة. يبقى استرسفل مجهد متعب. لكن يعني متعب للشخص. لكن بتكلم عن مشاعر الشخص. بص بقى هنا. والهي طبعا بتشعر بايه? منزو ان بدأت وظيفتها. طبعا بتكلم عن مشاعرها. يبدأ يا شعرت بالضغط. يبقى كانت مضغوطة. بنتكلم عن الاشياء. الاشخاص. ونعبر عن مشاعرهم بكلمة. بقول عائلتي. عايزة قول عائلتي كده. شركة كبيرة محترمة. يعني محترمة كبيرة. من خمسين سنة فاتت. طب يؤسس يعني. خلي بالك. القولة بمعنى وجدة. لكن اتلاكت بمعنى اسسة. يبقى. اللي اتنين. بمعنى اسسة. بقول احنا حصلنا على الكسير من ايه? او ازدادنا في ايه? من وظيفتنا الاخيرة. في هذه الشركة. يبقى. يعني الكسير من الخبرة. طبعا الخبرة في العمل. طبعا مصر ما ينفهش نقول. لأ. لما يكونوا نتكلم عن تجارب في الحياة. واحد مسلا نسافر واحد قابل ناس. واحد راح واحد جه. يعني الكنان دا نقول لي. اسمها تجارب حياتية. لكن لما يكون بتكلم عن خبرة. خاصة بالعمل ما نجمعش الكلمة دي. نقول. بس. ما نقولش ايه. دي بتقارع عن الخبرات الحياتية. لكن بتتكلم عن شغلة او وظيفة. هي بقى تقول. فقط. البحث العلمي. has space over years. يعني اللي حصل له مع مرور السنوات. طبعا has improved. تحسن. اتحسن بمرور السنوات. over years. يعني مرور السنوات. he had all the qualities. هو عنده كل السمات والصفات. that he'll bet to him a great champion. اللي ساعدة ان يتجعله. عايزه كده تجعله. بطلا عظيما. يبقى to make him. لان ميت معناها يصنع او يجعل. make him a great champion. تجعله بطلا عظيما. طبعا give يعني يعطي. do يعني يؤدي. perform يعني يؤدي برضو. لكن المعنى الصحي يكون make him a great champion. يعني دي جعله. بطلا عظيما. نكمل حل فيه. translation الترجمة بقولي استخدام سماعات الاذن بالسمرار ورفع الصوت بشكل مبالغ به. او فيه. يتسبب فيه الاصابة بفجدان السمعة. طبعا الاجابة يا شباب هتكون اصلا اول واحدة معنا. هتكون letter a. دي هتكون الاجابة. ولكن عايزين نعرف الاخطاء اللي في الجمل التانية. نشوف كده مع بعض. الجملة التانية بيقولي كده. using headphones temporary. لا طبعا كلمة temporary بشكل مؤقت. فدي خطأ الجملة دي بقى خطأ عشان كده. لان كلمة temporary بمعناها بشكل ايه. مخط. شكل مؤقت. used to headphones. used to headphones. used to headphones. طبعا بيقولي هنا used to. لأ used to معناها اعتادا. هو عايز بقول استخدام. كلمة استخدام من ترجيمها using. يبقى اول كلمة كده خطأ. لقى يقول using headphones. مش used to. وكمان برضو في الاخر في كلمة. cause smelling loss. smell يعني الشم. حسيت الشم. بقى وبقولي السمع. يبقى كلمة smelling برضو تعتبر ايه? تعتبر خطأ. using headphones constant. ما ينفعش يقول constant. او لما يكون في فعل بقولي استخدام. السمعات. بشكل. بشكل مستمر. كلمة constant يعني مستمر. او دول بستمرار. يبقى احنا عايزين نظار في اخرة. لاني بيوصف الفعل. يعني كيف نستخدمه بستمرار. يبقى كلمة constant دي. او constant غلط. مفضول ايه? يعني بستمرار. يبقى لما يكون في عندنا فعل نحط ايه? الفعل استخدام. يستخدمه بشكل ايه? مستمر. يبقى مفروض يحط هنا ايه? يحط. وفي الاخر برضو بقولي. كوز هيرينج لوز. لا كلمة لوز. معناها فتفاض او واسع. اسمها لوس. يعني فقدان. لكن لوز دي بمعنى فتفاض او واسع. الجملة التانية بتقول يهدف منتدى الشباب العالم الى الدعم الكامل للشباب وتحديد كل المشكلات اللي تواجههم وحلها. طيب اولا كده او بداية الاجابة بتاعتنا شباب هتكون. اللي يعني دي الاجابة الصح معنا. اللي حايل طبعا ايه? يصحح. هتكون لتر بي. لكن تعالوا نشوف الاخطاء كده اللي في الجمل. في اول جملة. اول جملة هنا بيقول لي. طبعا تمت فوريم معناها اجتماع او ايه منتدى يعني. او اقول لي هنا الشباب من يعني الرجال يبقى من كده غلط. طيب هنا بقول لي في سبق. في سبق. سيمز تو فولي كير فور. طيب وبقول هنا سيم سيمز يعني يبدو. وبقول يهدف الى مش يبدو. يبقى سيم دي ايه برضو خطأ. تو فولي كير فور يونج بيبول. ان سيم بلي فايز. بيقول لي هنا ايه? سيم بلي فاي طبعا نكمل سيم بلي فاي يعني يبسط. لا وبقول لي تحديد. دي غلط. سيم بلي فاي برضو معناه يبسط. طيب. اه ليتر دي بولي ذا لوكال يوث. طبعا كلمة لوكال. يعني محلي. وهقول لك ايه? العالمي. مؤتمر عالمي. شباب العالم كله. ايه مش لوكال يوث. مش شباب المحليين. لا الشباب العالمي. يبقى تكون. اللي احنا خدناه طبعا لتر بي. وكمان برضو آآ لتر دي فيها خطأ كمان. اند بوستبون اتش دا بروبلمز دي فيز. كمي بوستبون دي بمعنى يؤجل. لأ. طبعا ما قالش يؤجل. وبقوله تحديد كل ما شباب اللي تواجههم وحل لها. وفو تقول ايه? وحل لها. يبقى. مش بوستبون. مش يأجل. لا صلفي ايه يحل. وكمي بوستبون معناه يؤجل في الجملة طبعا خطأ من ناحيتين. في اول جملة وفي اخر الجملة. يبقى الاجابة تكون ايه? طيب. طبعا كلمة although معناها على الرغم من. فاول جملة كده معنا خطأ. مش هتنفح. خلي بالنا اول جملة هتكون خطأ. طيب. اه نشوف الجملة التانية بقول لي على الرغم من ان الهواتف المحمولة ليس الجدد لك. لصحة الاطفال فانها يمكن ان تزيد. من فرص انخرطهم السيء. طبعا ما ما قالش انخرطهم السيء. ده بقول. يعني المشاركة الاجتماعية يعني. يبقى انخرطهم دي السيء هتبقى خطأ. طيب. الجملة اللي بعد كده على الرغم من ان الهواتف محمولة ليس جدد لصحة الاطفال. فانها يمكن ان تزيد من فرصهم للانشغال بالمجتمع. طبعا ما فيش كلمة انشغال في المجتمع. فكلمة انشغال دي خطأ. فالاجابة شبابها تكون طبعا. يا اخر جملة معانا. اللي هي دال. يعني الرغم من ان الهواتف محمولة ليس جدد لصحة الاطفال. فانها يمكن ان تزيد من فرصهم للمشاركة الاجتماعية. طيب الجملة بعد كده. كلمة او بمعنى مدين. ونحن مدنيين بالكثير يعني لعلمائنا العظام. عملوا اسهمات كبيرة. عشان يخلوا العالم مكانا افضل للعايش فيه. طبعا بقول نحن مدينونة بالكثير يعلمائنا. هي الاجابة تكون اول واحد. تعالوا نشوف الاخطاء اللي في الجملة اللي بعد كده شباب. الجملة اللي هي. فقول لي فلقد قدروا. لا كلمة قدروا دي هي قدموا. مش ميت جريت يعني قدموا. مش قدروا. يبقى قدروا دي غلط. طب نحن دائنونة. لا هي اسمها مدينون مش دائنون. احنا مدينين. مش احنا لمدينهم. احنا مدينين ليهم. طيب نحن برضو بقول لي ايه. دائنون بالكثير العلمائنا ومخترعينا العظماء. فسيقدمون. برضو دائنون دي برضو ايه. هتبقى غلط. وجيب لي برضو فسيقدمون. هي سيقدمون ولا. فلقد قدموا. لا لما يقول لي هاف او هاز. نترجمها لقد. هاف ميت قدموا. لقد قدموا او لقد قدموا. يبقى هاف وهاز من نترجمها بكلمة ايه. بكلمة لقد. ايه بل يجبها تكون اول واحدة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر